عودة إلى الأخبار قالت إيران إن معدات مزودة بذكاء الصناعي ومواجهة بالقمر الصناعية قد استخدمت لاغتيال العلم النووي الكبير محسن فخي زادة كان محسن فخي زادة يقود سيارته على طريق السريع خارج العصمة تهران في 27 من نوفمبر الماضي عندما التقطت وجهه عدسة مدفع آلي قبل أن يطلق المدفع 13 طلقة وتم تركيب المدفع على سيارة بيك أب من تراز نيسان وركز المدفع فقط على العالم ولم يطلق النار على زوجته التي كانت على بعد 25 سنتيمترا فقط هذا واتهمت السلطة الإيرانية إسرائيل وجماعة مجاهدي خلق وهي جماعة معرضة في المنفى اتهمتها بالمسؤولية عن الاغتيال